اشتركوا في القناة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الخامس من ابريل وهذا سيكون اخر استحقاق انتخابي تشاده افغانستان قبل انسحاب قوات حلف النيتو منها بحلول نهاية هذا العام واذا سارت العملية الانتخابية بسلاسة فان ذلك سيكون اول تحول ديمقراطي لسلطة في تاريخ افغانستان فالرئيس كارزاي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة لكن المؤشرات غير مطمئنة فحركة طالبان نفذت سلسلة من الهجمات في الايام الاخيرة محذرة الافغان من التوجه الى مراكز الاقتراع ويخشى كذلك من ان تؤدي عمليات التزوير الى افشال العملية الانتخابية الفساد سيكون من بين المشاكل المستعصية التي سيواجهها الرئيس المقبل هذا الى جانب الصراعات العرقية وتحديات انعاش اقتصاد افغانستان المتداعي يرافقكم في هذه الحلقة احمد عبيدة اهلا بكم مشاهدين الكرام تقف افغانستان عند مفترق طرق محللون كثر يراهنون على نجاح التحول الديمقراطي فيها واخرون يقللون من شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ويقولون ان مشاكل هذا البلد متعددة الاوجه معي لمناقشة موضوع حلقة هذا الاسبوع من برنامج كوادريغا الدكتور رالف غدبان الكاتب والخبير في الشؤون السياسية كما ارحب باكتم سليمان الصحفي والمحلل السياسي ويشاركنا ايضا الاستاذ مشايل لودرس الكاتب والخبير في شؤون شرق الاوسط ابدأ معك اكتم في نظرك هل ستهدأ الاوضاع في افغانستان بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة نعم احمد مباشرة بعد الانتخابات بحوالي يومين سيلتق جميع الافغان ويتفقون على ان الامور انتهت وعلى ان السلام سيسود بالتأكيد لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا يعني افغانستان فعلا مشاكلها اعمق الانتخابات تمثل خطوة سياسية بالتأكيد فيها ناحية ديمقراطية فيها ناحية اجرائية لكن القضايا الاساسية لهذا البلد لن تمس في هذه الانتخابات هذا ما تشعر به من خلال عدم وجود فروق حقيقية موضوعية من حيث السياسات بين المرشحين وهذا ما تشعر به من حقيقة ان الصدام الاكبر هو مع حركة طالبان وحركة طالبان ليس جزء من هذه الانتخابات ولا يمكن ان تكون جزء من هذه الانتخابات لانها ترفض من الانتخابات اصلا اذا التحدي مع حركة طالبان وصدام مع حركة طالبان سيبقى قائما وهو التحدي الاكبر في هذا البلد بما يجره من امور اقتصادية واجتماعية وإلى ذلك اذا ما جدوا هذه الانتخابات اذا كانت الطالبان الرقم الصعب في المعادلة الافغانية لم تدمج في هذه الانتخابات ولم تستدعى اليها هي ترفض اصلا المشاركة في العملية الديمقراطية لكن لم يجرأ احد على الدخول في حوار مع حركة طالبان احد متائج الانتخابات الايجابية وجدنا معا وحديثنا عن هذا الموضوع افغانستان ديمقراطية افغانستان فيها انتخابات افغانستان حريرات افغانستان هذا الامر يحتاجه اساسة الغربيون هنا في للرأي العام الغربي لكن اذا سألت الان مواطن افغاني عن الفروق بين هذا المرشح او ذاك او عن طموحه السياسي او رؤيته لافغانستان بعد سنوات اعتقد سنشهد مشاكل حقيقية هذه الانتخابات وضعت في اطار معين نعرف افغانستان في العام 2001 وبعد هجمات 11 سبتمبر ايلول وجود منظمة القاعدة في هوا كان هناك هجمة امريكية على هذا البلد بي تبعا لهذه الهجمات وفيما بعد تم انشاء منظومة سياسية لا ندري مدى ديمقراطيتها او مدى حقيتها في هذا البلد انشئت كما ينشئ في اي بلد محتل منظومة سياسية على وجه السرعة وهذه المنظومة استمرت حتى الان وترى وجود انتخابات ديمقراطية باعتبار ان الرئيس لا يمكن ان يرشح لأكثر من دورتها الانتخابية دكتور رالف ماذا تقول بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم السبت المقبل هل ستساعد على حالة الامور العالقة في افغانستان وتهديات الاوضاع هناك بافضل الحالات سيستمر الوضع كما هو الان لكن بتقديري ان هذا الوضع المسالي سوف لن يتم تالما لم يحصل اتفاق بين الولايات المتحدة والحكومة افغانستان لتمويل القوات العسكرية والمشاريع في البلد التي تساعد السلطة المركزية على الاستمرار بحال انعدام هذه المساعدة فستسقط السلطة المركزية ولا اعتقد ان طالبان ستستطيع استرام السلطة بل سنرجع الى فترة صراع زعماء الحرب لان الدول المجاورة لافغانستان سوف تتدخل بشكل مكسف اكثر من قبل لانها وظفت في السنوات الماضية في ال 11 سنة الماضية مليارات من الدولارات لتسبت نفوزها مثلا ايران في غرب افغانستان في مناطق الشيعة والهند ايضا وظفت اموال كبيرة ولا تريد ان تسيطر افغانستان لوحدها لذلك ارجح ان يتم اتفاق بين الولايات المتحدة ولتثبيت السلطة المركزية بعد الانتخاب هل تحتاج افغانستان في الوقت الراهن وفق ما تفضلت بدكره الان الى انتخابات رئاسية شكلية ام تحتاج الى مصالحة وطنية حقيقية بين طوائفها المختلفة لا اعتقد ان الانتخابات حاليا هي شكلية والمصالحة الوطنية هي مصالحة بين الشعوب العشائر وليست مصالحة على اساس برنامج سياسي والمرشحين حاليا لا يتقدمون لانتخابات استناد على برامج سياسية بل انتماءات عشائرية مثلا نرى شخص مش الاشرف غاني انتقد كارساي عام 2009 في الانتخابات الماضية بتحالفه مع عبد الرشيد درسوم والان يتحالف معه في الانتخابات فليس هناك برامج مؤشرة بل هناك رغبة من المرشحين واعتقاد عميق بان غياب كارساي يفسح بالمجال امام اوجه جديدة بين مزدوجين لان المرشحين اغنبيتهم من زعماء الحرب الاقدمين اوجه جديدة وربما الى تحالفات جديدة في السلطة تساعد على اهلال السلام بين مزدوجين مجدد مشائل التحالف الغربي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية تدخل في افغانستان لأكثر من عشر سنوات وها هو الان يستعد للخروج من هذا البلد ويريد اي يسبق هذا الخروج انتخابات لربما تتكرس بعدها الديمقراطية هذا ما يطمح اليه كثيرون لكن هل تعتقد بان الخطة الغربية في افغانستان نجحت ام فشلت والله بكل صراحة انا اعتقد ان الخطة الغربية فشلت تماما في افغانستان افغانستان بلد يعني سعب الفهم الاحد ما اولا في فوضى في هذا البلد العسعيد العنف يعني اظروف الحالية تشبه كثيرا اظروف في سوريا يعني في حرب اهلية الاحد ما وفي نظام طائفي والشعوب المختلفة لا تريد تعايش ما بعد بالحرية او بتفاهم لا يوجد استعداد لتسالح كامل ايضا في فرق كبير بين المدن الكبرى في افغانستان خاصة العسمة والمناطق الريفية ولا يوجد اي يعني حمزة الوصل بين الريف والمدن خاصة العسمة ايضا في رشو في عدم الوجود التسالح مثل ما لاحظت ولهذا السبب انا اعتقد انه الررب طبعا يعني مولت كثير الاموال في هذا البلد ولكن لسالح الاتبقة الغنية فقط اذا نتيجة هذا الاندماج الرغبي هو يعني الفوضى والفائزين في نهاية باعتقادي فانهم بلدان مثل الايران او الهند او خاصة باكستان نعم لكن الخطة الغربية ليست هكذا هوجاء بدون هدف الغرب الان المانيا تريد ان تستمر في تدريب قوات الشرطة والامن الولايات المتحدة الامريكية تريد نفس الشيء تريد الابقاء في اطار اتفاقية امنية مع افغانستان تريد الابقاء على بضعة الاف من قواتها هناك لتدريب القوات المحلية وبالتالي لاستباب الامن يعني الخطة الغربية مستمرة بشكل او باخر من اجل القضاء على العنف في افغانستان التدريب لقوات العسكرية هذه هي حجة باعتقادي خاصة امريكا تريد استمرار وجود قواتها في افغانستان لاسباب جيوستراتيجية بسبب قرب الحدود الروسية تاجيكية والتاجيكستان والروسية يعني خلفان ولهذا السبب اعتقد انه طبعا بالنسبة امريكا افغانستان لا تزال تلعب دورا مهم جيوستراتيجيا ولكن في نفس الوقت الحكومة الحالية حميد كرزايل ليست جاهز على سماح الامريكان وجودهم استمرار وجودهم وخارج القنون هذا ما يطلب الامريكان انه كل القوات الامريكية خارج القنون الافراني وطبعا من الموقف لحكومة المركزية في كابول هذا ليس مسموحا لانه في المادي القوات الامريكية قتلوا كثير الانسان في افغانستان مدنيين وطبعا في غدب من جهة كثير المناتب باشتونية في جنوب لهذا البلد وحاميد كرزايل هو باشتون نفسه إذن بالنسبة لأمريكا سعب الاستمرار بوجودهم بدون تغيير هذا القنون وحتى لما يوجد منافقة تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهو أن حاميد كرزايل يرفض التوقيع على الخطة الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تقضي بإبقاء الولايات المتحدة الامريكية على عشر تلاف جندي على الأراضي الأفغانية لماذا كان حاميد كرزايل في البداية موافق على هذه الخطة الامنية وفجأة تراجع ورفض التوقيع عليها أعتقد أن هذه الخطة أحمدية جزء من خطوات أخرى وبالتالي إذا كان هناك اتفاق في النقاط الأخرى يمكن تمرير هذه الخطة وغيرها من الخطط الموضوع ليس بقاء كمع أسكري السيطرة ستكون في أفغانستان أمريكية هذا أمر واضح باتفاقية وبدون اتفاقية الأمر لا يحتاج إلى اتفاقية عندما ضربت أمريكا أفغانستان عام 2001 لم تكن بحاجة إلى اتفاقية لم تتفق مع أحد ليست مضطرة إلى ذلك لكن الموضوع طبعا كرزايل أولا ماذا سينوبه من كل هذا الرئيس القادم مثل هذه الإشكاليات التي باتت غير شعبية كما ذكرت عندما يكون هناك غارات أمريكية على قوافل على مناطق بحجة مكافحة الأرهاب أو ربما هم يعتقدون أنهم يكافحوا الأرهاب لكن في النهاية يقتل مدنيون بالنسبة للمتحدة الأمريكية هو خطأ عسكري ويضع تحت هذا البند لكن بالنسبة لرئيس أفغاني هو أمر سيثير الناس عليه وخاصة من أهل قبيلته أو عشرته البشتون وغيرهم فلماذا يورد نفسه في مثل هذه العملية؟ حامد كرزايل ننسى جميعا ونتخيل كأنه جاء بانتخابات شعبية كبيرة بحركة أفغانية حامد كرزايل هذا الاسم ذكر للمرة الأولى عندما كان مؤتمر أفغانستان منعقدا في بون في العام 2001 بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول وخرج ناطق إعلامي بلسان أمم المتحدة يقول اتصل زعيم أفغاني اسمه حامد كرزايل وقال كلنا أفغان وما إلى ذلك من العموميات ثم فوجئنا به هذا المقاتل على الأرض البشتون الذي كان يقاتل طالبا على هذا الأساس القادم من الإمارات العربية المتحدة فوجئنا به رئيسا وبعه لجرقة وما إلى ذلك إذن حكاية حامد كرزايل هي جزء من هذه التركيبة الأفغانية هذا الحامد كرزايل انتهت الآن صلاحيته سواء ديمقراطيا بعد الدورتين وسواء فيما يتعلق بعلاقته مع الغرب علاقات بين حامد كرزايل والغرب والولايات المتحدة الأمريكية مضروبة منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يعود رجل الغرب في أفغانستان في نفس الوقت لم يعود الغرب قادرا على الخلاص منه لأنه يمثل نقطة لقاء بين عدة قوى سواء عشائرية سواء سياسية ومصالح وفساد وما إلى ذلك الآن سيرحل فلماذا عليه أن يتورط في اتفاقية هي في نهاية المطاف وكما ذكر قبل ذلك لها علاقة بأمور جيوسياسية كبيرة تتعلق بالصراع بين روسيا والغرب تتعلق بالصراع بين بالتأكيد بالصراع بين باكستان وإيران بين باكستان والهند إذن الأمور معقدة بشكل تجعل أي شخص مكان كرزي يقول ليكن خليفتي هو المزؤول عن هذه الاتفاقية ولست أنا لم أحصل على شيء من الغرب من الاثنين التحدة الأمريكية مقابل هذه الاتفاقية إذن فسأرفع يدي عنها ولا يعرضها ورفع يدي عنها ولم يوقعها ولا يعرضها هناك نقطة مهمة أيضا دكتور رالف في سياق الوضع الأفغاني طالبان وهم كما هو معروف رقم صعب جدا في هذه المعادلة الأفغانية هم أبناء اللاجئين الأفغان ضحايا الحرب الأهلية بعد خروج الاتحاد السوفيتي القوات السوفيتية من أفغانستان هذه الطائفة همشت لماذا يستمر التهميش بحقها ولا يتم الحوار مع هذه إذا كان الغرب يريد فعلا حلا سياسيا للوضع المتوتر في أفغانستان هذا الأمر مستحيل لا أعتقد أن هذه الطائفة همشت لأن طالبان هم من البشتون والبشتون يشكلون 42% من الشعب الأفغاني الأكثرية الكبرى بينما الإثنيات الأخرى الأوس باكستان والتجهيك والحزارة يشكلون حوالي 45% مع بقية الأقليات ونلاحظ أن المرشحين الثمانية حاليا البقين في المنافسة الرئاسية هم جميعهم من البشتون وكارزاي ينتمي إلى أكبر عشائر البشتون ومشكلة كارزاي مع تغيير سياسته ابتداء من 2007 وابتعاده عن الغرب حاول اتباع ليس اتباعه الديمقراطية بل على النمط الأفغاني القديم تحالفات عشائرية فأصدر مثلاً 2007 قانون العفو العام عن جرائم الحرب وهذه كانت كارثة لأنها لم تسبح للشعب الأفغاني بالتعاطي مع تاريخه وهذه خطوة ضرورية للتقدم نحو الديمقراطية وكان يتمنى أن يصبح زعيم البشتون جميعاً وهذا لم يحسن والدليل أن الانتخابات حالياً ثماني من البشتون الوحيد الذي نصف بشتوني هو عبدالله عبدالله النصف الثاني التجيكي وعبدالله عبدالله كان مساعد أحمد شاه مسعود الشهير ويشكل بالنقيد للبقية سياسة مختلفة لأنه مدعوم من الهند والهند هي بنظر الأمريكان من الممكن أن تشكل بديلاً لها لأن الهند تقدم مساعدات عسكرية منذ سنوات طويلة وخرجت من معاهدها أكثر من ألف ضابط للقوات المسلحة الأفغانية الأفغانية وكارسايك كان ينتظر أن تمدها بالأسلحة فقيلة ليواجه طالبان لكنها لم تفعل وهذه وسيلة ضغط كما نعلم السلاح هو دائما وسيلة ضغط فبحال انسحب الغرب من المنتظر بتقديري أن تلعب الهند دوراً كبيراً وإذا لعبت الهند دوراً كبيراً فباكستان ستساعد طالبان بشكل أكوى وهذا ما يوتر الأجواء ولا يعلم أحداً والعلم عند الله ماذا سيحصل الوقت نعم أنت تتوقع أن تستمر الحرب بالوكالة في أفغانستان كما كانت قبل دخول الحلفاء إليها شرط الديمقراطية هي تقوية السلطة المركزية وكما ذكرت لم يتم حتى الآن التوقيع على هذا الاتفاق برأيي سيتم ذلك لأن مثلاً السويد قررت منذ يومين خصصت مليار وثلاثمائة مليون دولار لمشاريعها الإنمائية في أفغانستان هذا يعني أنها تنطلق بأن الوضع بأسوأ الحالات لن يتغير عن حالي حالياً وهي تقدم مساعدات إنسانية في 34 ناحية في أفغانستان مشاريع إنسانية ومدارس ومستشفيات وقضايا من هنال ولا أعتقد أنهم استعدون لتوظيف هذه الأموال بدون فائدة وإذا نزلنا إلى الميزانية العسكرية الأمريكية لـ 2015 فإنها لم تلغى إنهم يتوقعون أن تصرف الأموال في تلك البلاد بطبيعة الحال هناك أيضاً عامل الاقتصاد أفغانستان تتوفر على احتياطات هائلة من الأتربة النادرة وهي مواد تحتاجها الصناعات الحديثة كثيراً هل ستدخل الصين على الخط أيضاً في نظرك وتنافس الغرب فيما يتعلق بهذه النقطة تحديداً الموارد الاقتصادية لأفغانستان هذا ممكن أشك في ذلك يعني من ننظر إلى تاريخ أفغانستان دائماً البلدان الخارجية كانت تمارس بماذا يحدث في أفغانستان تاريخياً وطبعاً أفغانستان تقع على حدود مناطق النفوذ مختلفة الروس يعني السين أمريكا وأفغانستان تشعه بهذا النفوذ وكما ذكر غالف باكستان يعلعب دوراً مهم كمان في أفغانستان الحركة التاليبان يعلعب دوراً مهم في باكستان كمان في نفوذ مباشر على الحكومة في إسلام آبات لكن هنا نقطة معذرة عن المقاطعة باكستان الجارة هي دخلت في حرب طحنة مع طالبان باكستان بنصيحة من الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا التحالف بين باكستان وحركة طالبان لربما لم تعود هناك أرضية لهذا التحالف نعم يعني من البداية حركة طالبان خلق من باكستان الحكومة الباكستانية المخابرات الباكستانية ولكن اليوم هذا الحرقة أصبحت خطر حقيقي بالنسبة للحكومة المركزية في باكستان وحالياً يمكن القول أن حركة طالبان انفصلت إلى جزئين جزء أفراني وجزء باكستاني والجزء الباكستاني أكثر نفوذاً من الجزء الأفراني حالياً على رغم ذلك أنا أعتقد أنه أفرانستان لا يمكن أن تتطور بسلمية أو بهدوء والسلام هذا ليس ممكناً بسبب أضرود من الخارج ولهذا السبب أنا أعتقد أنه بالنسبة الأفرانيين الظروف السعبة سوف تستمر لمدة طويل جداً لا يوجد حل بسيط لمشاكل هذا البلد هناك مشاكل اقتصادية وفي نفس الوقت هناك نفوذ من الخارج لا يوجد برنامج مؤين على السعيد السياسي ما هو القصد للحكومة المركزية في كابول هل هذه الحكومة تريد أن تكون إنحيادياً مقابل الحند مثلاً أو باكستان أم لا؟ يعني كل هذا ليس وارحاً حتى الآن وسوف نشاهد بعد أسبوع تقريباً كيف تستمر الظروف أيضاً جذيراً بالذكر أن هذه الانتخابات ليست انتخابات حرة مئة بالمئة من له النفوذ يمكن أن يشتري الأسوات لأفرانيين وهذا ما حدث في المالي هذه نقطة أيضاً مهمة عامل التزوير يهدد مصداقية هذه الانتخابات في حال حصلت عمليات تزوير واسعة النطاق ألا يفتح ذلك الباب على مصرعيه لمزيد من المواجهات ولمزيد من الصراع في أفغانستان لا أحمد الباب مفتوح من أول الكلام ثانياً الباب غير موجود أصلاً يعني الحائط كله تدمر حقيقةً يعني تزوير الآن لو كان كرزاي مرشح سنقول إن الحكومة تزور لصالح مرشح الحكومة ولكن في نهاية المطاف التزوير الآن إذا ما وقع بحجم هائل فسيكون خلفه رغبة خارجية أكثر مما هي خلافات داخلية الأمر الذي أشار له دكتور لوداز أيضاً مهم بعيداً عن التزوير التقليدي يعني إصحب ورقة ضع ورقة وهذا الكلام الذي تمارسه الحكومات البدائية حيخة هناك التزوير الفعلي وتزوير المستوى العالي ولماذا سحب الأوراق ووضع أوراق أخرى هناك حاجة اقتصادية أدخل إلى أي قرية في أفغانستان وأحدثهم عن المكافآت أو أعطيهم مكافآت وسوف تحصل على أصوات هذه أمور حدثت في أفغانستان حدثت في دول شبيهة حتى في شرق الأوسط الانتخابات لا تأخذ بجدية في الداخل كما تأخذ بجدية في الخارج إضافة إلى عامل العامل الديني والعامل غياب الوعي السياسي وأهمية الصوت وتعبيرك عن نفسك وما إلى ذلك إذا قال زعيم قبيلة في أفغانستان علينا أن ننتخب فلان هل تعتقد أن أحد الشباب القبيلة سيقول عفوا عذرا لي رأي آخر في الأمر إذا قال رجل ستنتخب العائلة هذا أو ذاك من المرشحين هل تعتقد أن زوجته الثالثة سترفع يديها وتقول أنا لا هذه الأمور لا تتم مراعاتها لذلك تتهم وبحق الانتخابات الأفغانية بأنها فعلا سلعة نحو الخارج بأكثر مما هي سلعة نحو الداخل سلعة الداخل هي مراعات التوازنات الطائفية التوازنات القبائلية وما إلى ذلك وهذا ما نشهده لدى بعض المرشحين أشرف غاني يحاول من خلال وضع رشيد دستوم نائبا له أن يرضي فئة بذاتها الثاني عبدالله عبدالله يعيش من كون أبيه من فئة معينة وأمه من فئة أخرى في هذا المجتمع فيحاول الحصول على أصوات الجانبين أو ربما يخسر أصوات الجانبين هذه هي المعادلة الموازية الحقيقية والغريب في الأمر يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ما زالوا مصرين على الحديث عن انتخابات والديمقراطية ومناقشة مشاكل هذه الانتخابات الديمقراطية كالتزوير وغير التزوير وما إلى ذلك مع أن الحال يقول أن وضع أفغانستان الحالي تطلب أمر آخر ربما بالتوازم على انتخاباته مؤتمر جديد اسمه مؤتمر أفغانستان ثلاثة في العام 2001 وعندما والنقل تصاعدت الأحداث في أفغانستان وأحداث إرهابية وقرار دولي بالتدخل وما إلى ذلك كان هناك مؤتمر دولي لأفغانستان حضرته كل الدول المعنية وركز على كل يعني من ألمانيا والمتحدة الأمريكية وفرنسا والناتو ما إلى ذلك إلى روسيا إلى إيران بشخص وزير خارجيتها في ذلك الوقت كمال خرازي رغم الخلاف الغربي الأفغاني كان هناك نوع من التوافق في هذه الحالة يجب أن نتوافق طبعا الباكستانيين كانوا حاضرين وما إلى ذلك هذه المرة بما أن التدخل الخارجي أساسي نحتاج مرة أخرى إلى جلوس جميع هؤلاء معا لنصل إلى صيغة مشتركة ماذا نريد من هذا البلد لا أن نخدع أنفسنا والآخرين بكلمة الناخب الأفغاني هو الذي يريد هذا أو يريد ذاك هذا الكلام كلام خداع نحتاج إلى مؤتمر دولي بالترافق والتوازم هذه الانتخابات نعم حتى الناخب الأفغاني يجد نفسه أمام معضلة كبيرة في مسألة الخيار بين المرشحين لمنصب الرئاسة في أفغانستان في التقرير التالي نستعرض أهم المرشحين لهذه الانتخابات مرشحون رئاسة الأفغانية الثلاثة الأوفر حظا هم سياسيون متمرسون عبدالله عبدالله كان وزيرا للخارجية في فترة حكم كارزاي وهو أحرز نتيجة جيدة أمام رئيسه السابق في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 لكنه خسر الجولة الحاسمة مرجعا ذلك لعمليات تزوير وفي حال فوزه هذه المرة وعد عبدالله بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تبقي بموجبها قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 2014 أشرف غاني يدعم أيضا هذا الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة والذي رفضه كارزاي غاني هو وزير مالية سابق وعمل في البنك الدولي وفي الأمم المتحدة لكنه انتقد لاختياره زعيم الحرب السابق عبدالرشيد دوستوم كشريك له في الحملة الانتخابية زلماء رسول هو أيضا وزير خارجية سابق وكان أحد المقربين من الرئيس كارزاي لكن نقاده يقولون إن له علاقات وطيضة بالإدارة الفاسدة التي حكمت أفغانستان في السنوات الأخيرة إذن عندما يتم الحديث عن أفغانستان سرعان ما يتبادر إلى الأدهان عن السلطة في أفغانستان يتبادر إلى الأدهان بطبيعة الحال مصطلح الفساد إلى أي حد يمكن أن تساهم الانتخابات المقبلة في كبح جماح الفساد الذي اشتهرت به السلطة في أفغانستان منذ تدخل الحلفاء فيها بداية القرن الحالي لا أعتقد أنه سيلعب الفساد دورا أساسيا في هذه الانتخابات كما عام 2009 لأن الحكومة اتخذت خطوات عديدة للجم للحد من هذا الموضوع وخاصة قضية التزوير فألغت حوالي مليون صوت ناخب كما أن النظام الجديد وهو التسجيل للانتخابات عن طريق البطاقات الانتخابية يحدوا من هذا الأمر وخصصوا لكل مكتب انتخابي 600 صوت فبحاله هجمت طالبان على المكتب وضربته من المستحيل نقل الأصوات إلى صندوق آخر لأنها مركبة خطوات تحد إلى حد ما من الرشوة لكنها لا تلغيها الخطأ الكبير هو كما ذكر شراء الأصوات وهذا مشكلة في العالم الثالث عامة شراء الأصوات والإرهاب تخويف الناس لكن رغم ذلك السؤال حول ضرورة الانتخابات الانتخابات ضرورية لأن مجلس القبائل ليس له سلطة لاستبدال لأخص دور الدولة ومجلس القبائل كان باستطاعته أن يتخب ملكا جديدا وفنرجع إلى نظام قديم ويستطب الأمر وهذا لم يحدث فلا غنى عن هذه الدولة ومن الضروري وجود انتخابات ديمقراطية حتى لو شكلية لتبرير وجود هذه الدولة لكن هذه المرة من خلال بطاقات التجليل سجل حتى الآن حوالي أربعة ملايين ناخب من أصل 13 مليون يعني بكل الأحوال الانتخابات لا تمثل الشعب الأفغاني جميعا لكنها كافية في بلد مثل هذا البلد لانتخاب حكومة جديدة وللتعود على العملية الديمقراطية بشكل أو بآخر إنهم مصرون على ذلك طالبان تركز عملها الأرهابي على مراكز تجليل انتخابي حاليا كان في قبول وغير قبول وذهب عشرات من الضحايا لكنهم مصرون لأن الشعب العادي يعرف أن لا بديلة لهذه الخطوة وهذا هو المأزك بالنسبة للشعب الأفغاني الذي لا يذكر أبدا والكلام دائر حول زعماء الحرب بل لبنان والجمعية الزعران أما بقية الشعب فهو مونسا كلية ميشائل هل تتوقع أن تسهم المشاريع التي تمولها الدول الغربية في أفغانستان وأقصد المشاريع التنموية في كبح جماح هذا التوتر وهذا الانفلات الأمني الذي تتزعمه طالبان نظريا هذا ممكن ولكن أعمليا أنا لا أعتقد ذلك لأنه في المادة البلدان الرغبية دفعت كثيرا من المشاعر مختلفة في أفغانستان ولكن ذلك لمسالح عدد قليل جدا لأفغانيين وأنا أعتقد أن هذا المنطق سوف يستمر يعني الفقراء في أفغانستان لا يوجد لهم أي بديل لكي يعيشون حياة أفضل وطالما تستمر هذه الظروف بالنسبة حركة تاليبان من السهل أنهم يجدون ناس جاهزين لقتل نفسهم وغيرهم إذن أفغانستان سوف تبقى بلد سعب جدا على سعيد السياسي واقتصادي كمان لا يوجد حل بسيط لهذا البلد بسبب العمية الموجودة والفقر وعدم الاستقرار بسبب الموقف الجيوستراتيجي لأفغانستان أحد أسباب عدم الاستقرار أو المشجع على عدم الاستقرار للأسف هو أن الناخب الأفغاني أو المواطن الأفغاني البسيط يجد نفسه دائما إزاء الوجوه ذاتها التي تحكمه حتى في استعراضنا لمرشحية الرئاسة هذه وجوه معروفة مرت على الأفغان يا على شكل وزير أو على شكل أمير حرب مثل عبد الرشيد دوستوم كما ورد هل هذا أيضا سبب يحبط المواطن الأفغاني؟ على الأقل الفئة النخبة المثقفة الواعية والنقل الأفغاني يعمل كطبيب كمهندس كأستاذ جمعي في أحد الأماكن يتمتع بتفكير حداثي سيكون رافضا لهذا لكن هل يمكننا فعلا القول أحمد إن الناخب الأفغاني منزعج من هذا الأمر؟ هل هؤلاء ليسوا إلا هم أبناء هذا المجتمع وتركيبة هذا المجتمع؟ كيف تصبح زعيما سياسيا في أفغانستان اليوم؟ هل بالعمل داخل إطار المجتمع المدني؟ هل من خلال تفكير حداثي؟ لا بالتأكيد هناك القبيلة هناك الدين هناك المذهب هناك العطباط جاء بعد الحرب بجهات غربية هذا ما يجعل الزعيم زعيما لذلك لا غربة في أن تكون النخبة دائما هي نفسه طبعا وزراء سابقين طبعا مثل عبدالله عبدالله أو رسول قبل فترة قصيرة هناك حديث عن ترشح أخر رئيس الأفغاني الحالي إذن الأمر في أفغانستان أعقد من ذلك ليست مشكلة فقط في أن الوجوه نفسها المشكلة في أن واقع البلادية على الوجوه نفسها هي الوجوه المقترحة إذن هناك واقع سيء في هذا بلد وواقع إشكالي في هذا بلد يأتي بهذه النتائج وليس العكسين وليس أن الوجوه هي التي تأتي ضد إرادة هذا المجتمع وهناك رغبة في الأحزاب الأفغانية وهناك رغبة في المجتمع المدني الأفغاني بأمر آخر ولكن هذه الوجوه تقف عائقا أمام هذا الأمر يجب أن نميز بين مجتمع حداثي يمارس السياسة بشكل فردي أو منظم حزبي على أساس الإرادات ومجتمع ما قبل حداثي يمارس السياسة من خلال انتماءات وعصبيات لا علاقة للفرد بها يعني هو يولد بشتوني هو يولد طاجيقي هو يولد أزاري من هذه الأسبيكي أو غير ذلك هذه الانتماءات لا يمكن التأثير بها بالإرادة هذه انتماءات لها علاقة بالأصل والجينات وما إلى ذلك وهذه مشكلة عندما تمارس يعني هذه سؤال على مستوى العالم كيف أمارس الديمقراطية في مجتمع مثل هذا هذا نطرحه في شرق الأوسط تطرحه دول ديمقراطية متطورة أكثر كالهند لكن في نسبة وقت تعاني من نوع من التركيبات الاجتماعية التي تعيق العملية الديمقراطية من حيث الجوهر من حيث الفرد وحقوق وما إلى ذلك هذه المشكلة التي تواجه المجتمع الأفغاني وهو يواجه حرب وهو يواجه حالة طالبان طالبان ليسوا من سكان الفضاء طالبان من أبناء هذا المجتمع الذين يرون وفقا إلى فهمهم للشريعة أن الحاكمية يا أخي لله وحده هكذا ما يقولون الحاكمية ليست لهذا أو ذاك ولو تنتخبه البشرية كلها يا أخي مبدأ الديمقراطية هو السلطة تأخذ من الشعب ولا أحد فوق هذا الشعب لا تقول لي الآن مخلوقات فضائية ولا تقول لي أي شيء آخر لا يوجد أحد فوق الشعب لكن في ثقافة هناك فيها دائما شيء فوق كل شيء تأتي مجموعك طالبان وتلجأ إلى هذا المتقل يا أخي كيف تقولون أن الشعب اختار كذا وكذا لدينا في شريعتنا هذا وذاك إذن هم بمنطقهم أيضا الأبناء هذا المكان ولم يتسنى لهذه البلاد يعني هناك بلاد إسلامية أكثر تطورة ربما شهدت نوع من المحاولة المزاوجة بين الأمور في أفغانستان بالذات يصعب مزاوجة الأمور والبحث في قضية الإسلام والديمقراطية والشريعة ومن ذلك لأن وضع البلاد فعلا سيء وسيء جدا وسيكون على ما يبدو أسوأ وهذا على مدى عشرات السنين تحدثنا في سياق هذه الحلقة عن النفس الطائفي وعلى الصراع الطائفي الموجود داخل أفغانستان ألن يتغذى هذا الصراع في نظرك أكتم بالنفس الطائفي الذي بدأت حدته تتساعد في مناطق عدة من الدول الإسلامية في مجتمعات شرق أوسطية أخرى سارت في طريق الحداثة رتحا من الزمن فجاء هذا الجدل الطائفي وأعادها إلى ما قبل هذا الأمر وارد في أفغانستان الحقيقة أن الانتماء الطائفي والعشائري كان وبقي إذا استثنين الحقبة الشيوعية القصيرة جدا التي حاولت أن تعمل ضد هذا الأمر لكن لا في حقبة ملكية ولا في حقبة المجاهدين بأشكالهم المختلفة وصولا إلى المجاهدين الديمقراطيين اليوم لم يتم أي شيء لمقاومة هذا التوجه وبالتالي كان موجودا بقي موجودا وما زال العبداء ربما دخل الآن العامل الإقليمي المذهبي يعني أنت مثلا في أفغانستان لديك طائفة شيعية هذه الطائفة الآن مقربة من إيران لديك طائفة إسلامية سنية هذه تحصل على دعم باكستان هناك صراعات المذاهب والدول دخلت على الخط لكن لم يكنوا أحبابا وأصدقاء ويتزاوجون ويعيشون وبعض قبل أن تبدأ هذه الحالة أريد أن أعرف جات نظر دكتور رال في هذه النقطة هل ستعمق جراح الأفغان بفعل هذا الصراع الطائفي الذي بدأت حدته تتصعد في دول جارة كثيرة الصراع الطائفي قضيح لأن الحداثة لم تدخل تلك الميلاد والسؤال هل ستتحقك الديمقراطية أم لا هذا سؤال سنوي السؤال الأساسي ربما هو ماذا يحقق السلام في أفغانستان كما نعلم لم يثقاتل دائما من خلال التاريخ كان هناك فترات طويلة من التهدئة ودخول الإنجليز هو الذي غز هذه الفروق وأسر الفوضى في القرن التاسع عشر لذلك السؤال ماذا يحقق السلام في هذه المنطقة الانتخابات والسلطة المركزية هي خطوة لكنها خطوة غير كافية ذكرت أن طالبان سوف لن تتوقف ماذا يوقف طالبان برأيي هناك خطوات أخرى تحصل من الخارج حول أفغانستان مثلا الاتفاقية الأخيرة بين باكستان وإيران حاول حماية الحدود يسموها الاتفاقية الأمنية والصين أجرت مع باكستان اتفاقية أمنية والهند على علاقة جيدة كثيرا مع إيران فبتقديري أن إيران هي المؤهلة لتلعب دورا لتقريب السلم تحقيق السلم في البلاد خاصة أن سيطرتها في غرب البلاد ليس فقط بين الشيعة هناك بل بين السنة هناك فئة سنة كبيرة لغتها قريبة من اللغة الفارسية ثقافيا قريبين إلى وقد وزفت المليارات في هذه المناطق إيران ولها قاعدة سابقة وهذه الفقات والهزارة وغيرها تتقارب مع الأقليات الأخرى الأسبيك والتركمين والتجيك وقسم من طالبان فإيران هي الوحيدة التي تستطيع عزل طالبان في أفغانستان لأنها على تفاوت دائم وتقارب مع باكستان وباكستان بحاجة إلى إيران البترول الإيراني ونرجع إلى القضية القديمة المصالح الاقتصادية فهذا ممكن أن يشكل مدخلا وهل تراهي الولايات المتحدة الأمريكية على هذه النقطة في إطار تقاربها الأخير مع إيران؟ أنا أكيد أن الولايات المتحدة في المنطقة الشرق الأوسط ككل تراهن بشكل أساسي على إيران كعنصر للنظام الأقليم الجديد وهذا ما يصير قلق السعودية وغيرها وممكن أن الخليج والسعودية يستمرون في تمويل طالبان لكن الذي يوقف هذا المادي هي باكستان فإذا تم التقارب بين باكستان وإيران ممكن التقدم باتجاه السلام العقبة هي أن إيران على علاقة جيدة مع الهند والهند وباكستان من المستحيل أن يتطافكم إذن إيران تريد أن تقول حلقة الوصل بين باكستان والهند فيما يتعلق بهذه النقطة إذن ميشائل ما رأيك؟ هل تنظر إلى الأمور بهذه الطريقة؟ هل تتوقع أن يصبح هناك سلام حقيقي في أفغانستان إذا نشأ هناك تحالف للمصالح بين الهند وباكستان وإيران؟ والله هذا التحالف بين الهند وباكستان وإيران في نفس الوقت على ما يبدو مستحيل بالمستقبل القريب نظريا نعم أنا وافق بهذا الرأي ولكن عمليا التريق لا يزال يعني بعيد جدا عن هذا الحل إذن يعني المستقبل بالنسبة لأفغانستان سوف تستمر يعني أسود أسود إلى حدنا هل ستأتي طالبا للحكم؟ لا هذا ليس ممكنا بسبب عدم المسموح بالنسبة للولايات المتحدة وبنسبة الهند كمان أنا أعتقد أنه طالبان تلعب دورا مهما ولكن بدون إمكانية لحصول على الحكم نعم أدركنا وقت البرنامج أشكركم ضيوف البرنامج الأعزاء أكتم سليمان الصحفي والمحلل السياسي والدكتور رالف غضبان الكاتب والخبير السياسي أيضا كما أشكركم ميشائيل لودرس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط على مشاركتكم والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعة على أمل اللقاء بكم في مناسبة أخرى حتى دائدك الحين دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة